وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية أعلنوا عن اكتشاف حالة إيجابية حاملة لفيروس كورونا والمستجدة بمصر لكن هي لشخص أجنبي وأكد دكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة أنه فور الاشتباه في الحالة والتأكد من النتائج المعملية اللي جات أن هي إيجابية للفيروس تم حالته لمستشفى العزل علشان يتلقى العلاج والرعاية الطبية يعني كل شيء تحت السيطرة كل شيء تحت السيطرة كمان دكتور مجاهد أضاف أنه تم إبلاغ منظمة الصحة العالمية فور اكتشاف الحالة وتم اتخاذ كافة الإجراءات وتدابير الوقائية للحالة بالتعاون مع المنظمة وتم نقل الحالة بإحدى سيارات الإسعاف ذاتية التعقيم إلى المستشفى لعزله ومتابعته صحياً وطمناً طبعاً عليها الحقيقة أنه الوزارة بتقوم باتخاذ إجراءات وقائية مشددة لكل المخلطين للحالة من خلال إجراء التحاليل اللازمة للفيروس بكده بتعتبر دي الحالة التانية اللي حاملة لفيروس كورونا اللي تم اكتشافها بمصر أما بالنسبة للحالة الأولى فهي تعافت تماماً من المرض بعد ما أخدت الخدمة أو طلقت الخدمة الطبية والرعاية اللازمة لها ليه إحنا بنتكلم بتفاصيل قوي كده أو ليه إحنا بننقل ده قوي كده علشان بنؤكد تاني أنه يا جماعة بلاش حالة الفزع لأنه أنا بقوله للمرة التانية ويمكن قلتها مبارح وانا لاحظتها على الفيسبوك كتب الحاجات اللي تضحك جداً أنه في ناس بتحس أن هي نفسها يبقى في كورونا هوا زي روح لدولة تانية مجلناش كورونا آه يعني آه صحيح يعني أنتوا مصرين تفرق يعني ده نشر شائعات وبيعمل بلبلة وبيعمل خوف بلا داعي إحنا يا جماعة كل شيء تحت السيطرة وتاني بقول أنه أكتر جهة مش من مصلحتها خالص أن هي ما تقولش حاجة مش حقيقية الجهات الرسمية بالعكس يعني أنا لما أجي أصدق أرجع للجهات الرسمية للتصريحات للجهات الرسمية اللي بصراحة مش مؤثرة لحظة بلحظة على طول بتطلع بتصريح إذا كان في حالة دكتور خالد من جهة فعلا يعني بتواصل مع كل وسائل الإعلام ومتحدثة الرسمي باسم الوزارة كمان أوافقك الرأي تماماً النهاردة أي أنه يطلع عندنا حالة لحد أجنبي وعندنا كذا ألف وشوية حالة مش حالة مشتبه فيهم وتم الحمد للنا تكسر بيها كلها فده ما يسمى بالشفافية يا جماعة عندنا حاجة هنطلع نتكلم والناس هتخبي ليه أنتوا نفسكوا تكونوا تعبنين وعندنا كورونا في مصر مش فاهم بصراحة عندنا حالة نصفة تتكلم وخلص بالضبط وبعدين أنت كمطلقي بالعقل كده يعني أنا أخذ مصدر معلوماتي من واحد مجهل ولا ليه أي تخصص طبي ولا شغال مع وزارة الصحة وعمل يكتب بوستات ولا جروب الماميز اللي عملت ألبان والستات اللي عملت رعب بعض ويتروج إشاعات كل ده يا جماعة يعني أسمع كلام دول ولا أسمع كلام الناس مختصة وجهات رسمية وزي ما بيقولوا كده ناس إدهى في الموضوع إدهى في الشغلانة وناس على الأرض بتشتغل على الأرض يعني المصدقية رايحة لفين كمان القرار المهم اللي أخذه الرئيس عبد الفتاح السيسي والمحترم وزير الصحة أنها تروح الصين يمكن شفتوا معنا في مجاز الأخبار تعليق سفير الصيني في مصر أنه ده بيوطد العلاقات وأنه هذا الموقف موقف للتاريخ وبيؤصل لي العلاقة التاريخية بالمصر والصين مصر طول عمرها بتساعد كل الناس هنساعد الصين؟ أه طبعا هنساعد الصين نحن الحمد لله ممكن نساعد أي حد في العالم وتحية إجلال وتقدير للمحترمة الدكتورة هالزايد وزيرة الصحة وتخيل أنك ابنها أو أخوها أو أربها وشايف والدتك أو أختك أو عميتك رايحة الصين المكان اللي هو فيه الفيروس طبعا هي مش راحين خطر بيها لا رايحة وفيه إجراءات احترازية ومعروف هي رايحة إزاي لكن لازم نوثق هذه اللحظة التاريخية ونحترم الدكتور هالزايد كتير من الناس للأسف بتتريع على الفيسبوك الليقول لك يا رايحة تجيب المرض وتيجي لا أو مش لعب عيار صغيرة هي رايحة عارفة هي رايحة تعمل إيه وده موقف للتاريخ في العلاقة المصرية الصينية موقف سياسي محترم وعموما يعني الحاجة لما بتزيد ع حد ده بتتقلب لددها الشعب المصري طبعا معروف عنه خفة الدم لكن خفة الدم لما بتزيد عموما بتقلب الاستثراف غير مقبول وخصوصا نحن يعني ده تهريج غير مقبول فحاجة حقيقية وحاجة جدية مش حاجة تستحق حاجة تخص الحياة والموت يعني بالزبط يعني فالوزيرة في الحقيقة يعني اللي يكون فعونها الفترة اللي فاتت كان بتواجه تنمر شديد على شبكات التواصل الاجتماعي خلينا نقول كمان انه أما مصر تعمل الإضاءة بألوان عالم الصين في القاهرة وفي الصعيد في القاهرة وأماكن أثرية مهمة في مصر فده طبعا رمزية توطيد العلاقات رمزية العلاقات الاستراتيجية اللي بتربط ما بين تعمل بقيمة الحضرطين بالزبط كده وكل دي يا جماعة تذكرة لنا وإحنا بنشتغل بقى في الوعي على بناء الإنسان دي تذكرة لكل مواطن إنه يا جماعة لازم كل مواطن عليه أن يدرك إن إحنا في دولة مؤسسات دولة مؤسسات يعني شغل إن أنا أستقي معلوماتي من عن طريق المصاطب بقى أو أعدات الأهوي إحنا دولة مؤسسات يعني لما حب أتأكد من خبر برجع للجهات المختصة والرسمية